مجلس الأمن الدولي ومن المتحدة التاسع بشأن تنفيذ القرار رقم 2231 المعني بالملف النووي الإيراني وأكد المندوب الدائم في رسالته أن تقرير الأمين العام يحمل إيران المسئولية المباشرة للهجمات الإرهابية التي استهدفت مع ملين تابعين لشركة أرامكو السعودية واستهداف مطار أبهى الدولي العام الماضي بصواريخ كروز وطائرات مسيرة مضيفا أن التقرير المبني على الحقائق الدامغة يثبت دور إيران الخطير والمزعزع للاستقرار في المنطقة ودعمها المتواصل لجماعة الحوث الإرهابية التي تهدد سلامة المدنيين في المملكة العربية السعودية كما جدد المندوب الدائم موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لكل ما تقوم به السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة الأعمال العدائية الإيرانية مطالبا مجلس الأمن باتخاذ خطوات حازمة لردع إيران وتمديد حظر الأسلحة لحين امتثالها للقوانين والأعراف الدولية وتغييرها لنهجها التخريبي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر